ازايكم يا شباب معاك ودكتور ميناجاد والريفيجن الخاص بالبيولوجي لتانية سنوي هنبدأ ان شاء الله على مدار الحلقات الجاية قبل الامتحانات ان احنا نعمل كده ريفيجن من خلال مجموعة من الاسئلة يعني زي كل مرة كده هناخد زي امتحان عبارة عن 20 سؤال بيتكلم عن موضوع معين من موضوعات المنهج تعالوا نبدأ نشوف الامتحان بتاع النهاردة اول سؤال بيقول لي طيب الارجانيك فود سبستانس داية اللي كانت بتتحرك في الفلون تمام انا عارف ان الامبيبيشن ما كانش لها اي علاقة بالترانس لوكيشن بتاع الفود الامبيبيشن دا كان خاص بالووتر والمانرال سولز بالزات الووتر وهي بتعدي من خلال الجدران بتاعة الزيلم فيسلز يبقى الاجابة هتبقى طبعا انا يعني بعد كل سؤال هبديك زي ثواني كده بحيث ان انت تقرأ حتى هو البرنامج عامل زي كومنت كده على كل سؤال في الاجابات بتاعته يعني السؤال اللي بعده بيقولي طبعا انا عارف ان كل الحاجات دي من خصائص البلازما ميمبراين يبقى السؤال اللي بعد كده برضو انا عحب ان انا اديك ثواني كده ان انت تقرأ الاجابات او تقرأ الشرح بتاع الاجابة السؤال اللي بعده بيقولي ايه اللي بيعدي من خلال الروت هير طبعا انا عارف المياه والمينرال سولس يبقى هابطار مينرالز اند ووتر السؤال اللي بعده بيقولي يعني بيعدوا جوه السويل بارتكيلز ليه علشان المادة الفيسكس اللي هم بيفرزوها يبقى نتيجة الفيسكس سبستنس السؤال اللي بعده بيقولي طبعا ايه اللي حصل للسال ديات المية خرجت من جواها فقدت مية من جواها وبالتالي لما تفقد المية ديات يبدأ يحصل انكماش كده للخلية مكونات الخلية من جوا تبدأ تنكمش يبقى سيل ممبرين سيباريتد بيقولي 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 طبعا دي نعرف اسمهم الـ اللي هم بيصنعوا الاكل بتاعهم بصورة اوتوماتيك بيقولي 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 الماجنيزيوم واللي بيساعد في تكوين الانزايمز الـ بيقولي بيقولي الطبعا الفوسفورس هو اللي بيدخل في تكوين الانيرجي كمباونس في الـ البلانس طبعا حصل طبعا حصل diffusion للمولوكولز بتاعة الإنك من قوة الفلسكة ديت للبيكر اللي موجود بره يبقى نقول مولوكولز of red ink move through the membrane by diffusion بيقولي why does oxygen diffuse into the blood from an alveolus in the lungs ليه الوكسوجين بيحصل له diffusion لأنه منطق البساطة الوكسوجين داخل بكمية كبيرة بconcentration عالي في الالفيولاي وبيكون في البلد بconcentration قليل فيحصل diffusion هتبقى الإجابة عندي the oxygen concentration is greater than that in blood بيقولي a jar of air was placed upside down on top of a jar containing brown gas as shown which process has taken place طبعا حصل diffusion لل brown gas حصله diffusion فوق والair حصله diffusion تحت يبقى diffusion both upwards and downwards بيقولي which statement describes how young plants are supported طبعا pressure بتاع المية جوه الخلايا بيضغط برا على بيضغط لأنه ده نبات فبيبدأ the cell wall احنا قلنا هي اللي بتدي الشكل بتاع الخلايا وهي اللي بتدي الشكل بتاع الارجانزم لأن احنا عارفين الارجانزم عبارة عن مجموعة من الخلايا يبقى الضغط بتاع المية هو اللي بيدي الشكل هو اللي بيضغط على the cell walls فبيدي الشكل بمنطقة البساطة هات اي نبات مثلا يكون مروي كويس او في كمية مية تبصوا كده على اللييفز بتاعته تلاقيها بصحصحة وتلاقي اللييفز شكلها حلو هات اي اللييفز تانية اتعرضت لجفاف هتلاقي ان هي مسفرة هتلاقي انه ضعيفة في الشكل بتاعها يبال pressure of water inside the cells pressing outwards on the cell walls بيلي بيلي the diagram shows a test tube containing clear jelly a drop of blue ink is injected into the middle of the jelly the blue color of the ink spreads throughout the jelly by which process does the blue ink spread through the jelly طبعا البلو ink بدأ انه هو يتحرك بالdiffusion بيلي which diagram shows the changes in the appearance of a plant cell when it remains in a concentrated sugar solution for 30 minutes حطناها في concentrated sugar solution لمدة 30 دقيقة إيه اللي هيحصل هتبدأ انها تفقد الماء الجواه هتبدأ انها تنكمش يبال إجابة c نتيجة الأزموزز بيولي بيولي shows a fish in a pond why does oxygen diffuse from the air into the water before reaching the fish لأن المنتقى البساطة الأكسوجن موجود بكمية كبيرة في الهوى عن الوطر فحصل له diffusion بيولي which structure provides the best surface for diffusion طبعا من كل الأورجنز اللي عندي دي الإليم لو تفتكروا في small intestine كان في large surface area كبيرة جدا بيحصل من خلالها diffusion بتاع الأكل بيقولي the diagram shows a plant cell what is the appearance of this cell after it has been placed in pure water for 30 minutes لمدة 30 دقيقة طبعا إيه اللي هيحصل الخلية هتبدأ تاخد مية هتبدأ أنها تنتفخ شوية تمام طبعا واضح الإجابة هتبقى إيه هي اللي فيها السل هتكون منتفخة شوية السؤال الأخير بيقولي the diagram show how a cell appears under the microscope at the start of an experiment and after it has been placed in a dilute solution of cells for 5 minutes طبعا واضح إن هي بدأ يدخل لها مية فالإجابة هتكون إيه بيقولي الووترز اللي هيحصل water enters the cell by osmosis في النهاية حابب أن أنا أشكركم جدا وإن شاء الله نتقابل في الحلقات الجاية بتاعت المراجعة شكرا لكم